موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين ومتابعين طاقص العرب في السعودية نرحل بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حاول استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة نسبيا في شمال المملكة وأيضا استمرار الليالي شديدة البرودة أيضا في شمال المملكة وفرصة لزخات من الأمطار في بعض المناطق سولق ما اصطناعي المنطقة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار كميات من الغيوم العالية والمتوسطة فوق أجزاء من منطقة الحدود الشمالية حفر الباطن حائل والقسيم وأجزاء من المنطقة الشرقية عبارة عن حالة ضعيفة من عدم استقرار الجوية عملت هذه الغيوم على هطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار بالمقابل انتشرت أيضا كمية من الغيوم الركامية فوق المنطقة الجنوبية الغربية خرارة توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثة يلاحظ استمرار لفرص طول زخات من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية الشرقية تضعف تدرجيا خلال أيام القادمة وتستمر فرصة الأمطار في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية تجتد خلال نهاية الأسبوع بينما يكون الطقس مستقر في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية وأقصى جنوب المملكة وأيضا منطقة الرياض وبما فيها العاصمة الرياض خرارة درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثة يلاحظ استمرار الطقس البارد نسبيا في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية بسبب كتلة هوائية باردة نسبيا مرافقة لامتداد للمرتفع الجوي السبيري بينما الأجواء تكون أكثر دفئا في المناطق الساحلية المتلعة في البحر الأحمر وأيضا تهامة مكة وأقصى جنوب المملكة بينما يكون الطقس بارد إلى بارد نسبيا في المرتفعات الجنوبية الغربية لكن خلال ساعات الليلة تحول الطقس إلى بارد إلى شديدة برودة خاصة في المنطقة الشمالية نذهب الآن للعاصمة الرياضة والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسهد الطقس مستقر تتفرق بعض الغيوم 12 درجة مئوية بحرارة دونيا أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة إذا يبقى الطقس مستقر لكن يكون بالمجمل الطقس غام جزدي بغيوم عالية بدون فعالية درجات الحرارة تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية بحرارة عظمى أما الصغرى بين 12 و14 درجة مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة